اخبارنا بقى اخبار البريمو سريعا النهاردة ممكن النهاردة بس انا كنت حابب بس اتكلم على موضوع صالح جمعة لانه هو عندي خبر هنا عن صالح جمعة والفترة اللي فاتت كان طبعا فيه ازمة ليه فيه حاجة استصادم وانه هو احيل نيابة ثم خرج بكفالة لكن واضح ان فيه المشاكل بتجري ورا صالح او الامور الخاصة ببرا الكورة بتجري ورا صالح الامور الصعبة ده ليه انا ما اعرفوش لكن في الاول في الاخر احنا بنحب صالح لعيب الكورة بنحب صالح اللي بيلعب كورة قدم بنستنتق بمهاراته لكن واضح جدا ان المشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة وفي ظل ان انت بتنتظر منه مستوى وكورة قدم مميزة منه وان الناس بتقف جنبه والناس بتحاول تدعمه بشكل كبير لكن واضح ان المشاكل متتالي يعني انا مش عايز اقول انا عندي معلومة لكن انا بقول لكم بشكل كبير بشكل كبير ان صالح مش هيبقى متواجد في الفترة اللي جاية مع النادي الاهلي مش بتكلم عشان المشكلة دي لكن طبعا تراكم المشاكل تراكم المشاكل سواء برا الكورة او جوة الكورة بتخلي ان كابتن خطيب نفسه بيطلب تقرير عن صالح في الفترة اللي فاتت وتقرير عن ما حدث في مشكلته الاخيرة وبالتالي هيبقى فيه تعنيف اه هيبقى فيه تعنيف ولكن تعنيف كتن محمود الخطيب مختلف ممكن زي ما بقول لكم بشكل كبير جدا جدا لان انا بقول لكم كتن محمود الخطيب هو المسؤول عن كيان النادي الاهلي في الوقت الحالي كيان النادي الاهلي هو مبادئ هو تاريخ وتطوير زي ما محطوط سلوجن او الكلمة اللي بتتقال في الوقت الحالي محطوطة طبعا عن النادي الاهلي وده كان حاجة اعتقد انها شيء مميز ان مجلس دارة النادي الاهلي يحط الجملة دي تطوير وتاريخ ومبادئ كل ده اعتقد ان صالح جمعة في الفترة اخيرة اه بقى خارج هذه الجزئية فاعتقد ان كابتن محمود الخطيب هيبقى ليه موقف مع صالح في الفترة القدم انا مش جاي على اللاعب لان احنا كلنا في الاعلام اي اي حد كنت تسأله في الفترة فاتت انت بتتمنى ايه بتتمنى لصالح ان هو يرجع تاني يبقى موفق يتدرب بشكل كبير مايفكرش غير فكرة القدم لكن المشاكل واضح انها بتجري وراء صالح جمعة طيب خلنا نروح لأخبار البريمو ويمكن في جلسة مهمة جدا لمستر فيلر اه مع ادارة الكورة وقدات الاهلي في حسم ملف اللاعبين المعارين واللعبين اللي محتاج النادي الاهلي يجي ومسابقة مهاجم مميز وايضا اللاعبين المعارين ممكن يرجعوا او ممكن يتم الاستغناء عنهم في الفترة القدم ايضا الاهلي بيفتح ملف تمديد عقد السلية اه عايز اقول لكم ان السلية فاضل له سنتين لكن لجنة التخطيط اوسط بان وجود السلية لمدة خمس سنين فبالتالي اه المفاوضات مع عمر السلية انه تلات سنين تانيين مع السنتين يبقوا خمس سنين متواجد فيهم عمر السلية عشان يبقى الامور بالنسبة لخط الوسط ده اه حاجة مميزة عمر السلية واحد من اللاعبين والركائز المتواجدة فيه خط وسط النادي الاهلي لما يبقى موجود لمدة طويلة اعتقد ان بتبقى اه اه صدع مش موجود خلاص الصدع ده بينتهي ايضا النادي الاهلي بيحدد اتنين مليون دولار لمهاجم الرجاء مالونجو اه يعني واحد من اللاعبين الموازين اللي ظهروا ايضا فيه الساحة القراوية فيه افريقيا من خلال طبعا تواجده مع نادي الرجاء وبالتالي النادي الاهلي مفاوضات متواجدة مع لعبين وبنسمع اسامي سواء بقى اه اللاعبين ايوب الكعبي او 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 لكن انت بتحصل على مين او بتحاول تدور على افضل صفقة وبالتالي النادي الاهلي مع هذا اللاعب اعتقد ان هو محدد سعر وان شاء الله يعني هنشوف الفترة اللي جاية مع اللاعب ده ايضا الاهلي بيحصل على توقيع لعبه السابق بيكهم بعد موافقة فيلر وعدم وجود لعب مميز في المكان السردباك طبعا كان فيه اسامة جلال ويمكن لعب امبي والامور ممشيتش فيه المفاوضات بشكل جيد فبالتالي اللاعب التاني او البديل للمفاوضات هو بيكهم وهو لعب على فكرة كان في الاهلي وتم بيعه لوادي دجلة وكان فيه شرط ان ما يمرش وقت معين عن السنين معينة وكل سنة بيزيد خمسة مليون جنيه لو النادي الاهلي حاب يشتريه تاني طبعا النادي الاهلي لو اشترى دلوقتي اشتريه بخمستاشر مليون وده شرط موجود داخل العقد بتاعه ولكن اه 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 لو النادي الاهلي تأخر شوية وتأخر سنة كمان بيزيد خمسة مليون في كل سنة النادي بيتأخر فيها لو عايز يرجع اه بكم ده يعني واحد من اللاعبين اللي مستر فيلر وافق على رجاحهم او رقهم مرة اخرى من وادي دجلة ايضا كابتن عبدالسيد عبدالحفيز بيهدد بغرامة ميت الف جنيه بسبب الحظر الاعلامي ما زال طبعا الحظر الاعلامي على اللاعبين متواجد للعبين واكيد الاعلام بيسبب مشاكل كتير لبعض اللاعبين لو طلعوا تكلموا بشكل كبير ويمكن كابتن سيد بقاله من فترة او النادي الاهلي عشان حد يطلع بيبقى فيه تصريح او اذن من كابتن سالحفيز ان هو يطلع يتكلم في الاعلام وبالتالي كابتن سيد بيهدد على عدم اختراق الحظر الاعلامي